موسيقى موسيقى اتلقيت اتصال من السيد رئيس اليوم الصباح انه ككلفني هنا للتحق بهذه المصحة اللي جيت ولاده بالآن لان اللاعب دينا اسامة فالوح موسيقى وقعت له حادثة تسير اليوم في ساعة الوحدة او اتناشة الليل مكانش تأكيد مكانش سائق مكانش سائق السيارة كان مع صديق ديالو وراكب تالت معهم اللي حسن لحد ان الاخرين موقع للموالو غير غير اصابة طفيفة ووجد فيد قال انه عنده كسر في العنوق وعنده ديزي مراجي في فراسو وعنده كسر في القفا الصدري مع الدبل الليطة دو سنتي وعنده ديالو وعنده ديالو وعنده ديالو وعنده ديالو اعلم الجامع بان اوسامة فالوح مشا لفارق زمامرا مشا كلاعب معارك ولكنه لم يلتحق بعد كيف ما حكاتل الام ديالو كاليوم يجمع في صاق ديالو باكتاج ديالو باش انه يمشي يوم يلتحق وعنده خارج جديد ولكن القدر شاء بان يكون لخالي يوم وعنده ديالو الص lider انا نظل الوداد بتكلف من مسير الرئيس كنوقف مع اللاعب وعنده ديالو ومعنويا انا مجنئات لكنا تصوّروا انا كنا نهش لكنا بأني بان ندري اصبحت اي جيدا هذا واجب ديالو الحضور ديالي اليوم واجب نيابة عن جميع أعضاء المكسب المصير هناك ما التحق بنا لا سيم جيل البرناكي ونسي الساعد بريب ولا الباقي غادي يجي وحتى الويدادين غادي يجي لأن هذا المصاب مفاجئ في لاعب يافع شاب كيتمنى أنه يشوف الحياة بنظرة تفاؤلية أنه غايمشي وكيف ما قالوا للعائلة دياله وقال له ما ديال انطلاقة كنتمنى من الله ولو أنه حسب صراحة الطبيب كيف ما قلت لكم هذه الأيصابة دياله الصعيب أنه يكون زعماء عادي ويوقف عادي كنتمنى من الله تعالى أنها تكون معجزة اليوم والقدرة ديالله تكتب هالتصراح ديال الطبيب لأنه مدار لي عليه لأنه في الأخير طبيب قلت لك دعوه معه كنتمنى 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 لكي تصريح من عند طبيب معالج أنه يقول لك دعوه مع المريض لأنه حالة حارجة جدا حارجة جدا حارجة جدا كنتمنى من الله تعالى يا عبي كنتمنى من الله تعالى وكتبه لكي يستطيع أن يكون هذا الفنتيلاطور لكي يكون أنا لا يمكنني أن تصريح فإن أحيلكم على الطبيب وأنه يتكلمون معه وكتبه مع الحالة ديالله لا عادية لديه كسر وقيلة في الفنف دياله لأنه كيفما تقول لنا هذا السائق جرر طنوبيل كنت تعرف أنه يزال الشوفر لقدر الله لستر الجامع أنه يريد أن يرى من هذا الشوك لقد اضعت الجهة اليومية التي قالت فيها أسامة للأسف ترى أين طبع جارة دياله يمكن أن تتقدم أين طبع جارة دياله لا ترى العيب الخلن لا ترى والعب المتواجد المتواجد والعب المتواجد لدينا في الوصف السابق ولكن أرى ما نحن هناك نبوة للجامع أو شيء في أي وقت من الأوقات يحتاج أن أسامة أو العائلة ماديا أو معنويا منا بكل تواضع والمبادئ التي تحتم لنا تدخل في هذه الحالة